السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اخواني واخواتي من جديد في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى شرح اداة او خيار جد مهم الاوية خيار ايماج تخاص فقط نقوم باختيار اي صورة كيفما كانت فقط يجب ان تكون بلونين الاسود والابيض وهنا اخترت صورة لقطة لون اسود وخالفية تقريبا رماضية فقط نقوم بالتغط عليها ثم بعد ذلك يتفاعل معنا خيار ايماج تخاص فقط نقوم بالتغط عليه ثم كما تشاهدون معي اصبحت الصورة الان بصيغة واذا اردنا ان نحصل على حقيقي يمكننا تعديل فيه كيفما شئنا فقط نقوم بالتغط على زر هنا في الاعلى ثم كما تشاهدون عني اصبحت الان الصورة عبارة عن بعدما كانت بصيغة ثم بعد ذلك نقوم بالتغط على ثم نحذف هذه الخلفية اللي ايضا موجودة عندنا هنا فقط بالتغط على ثم بعد ذلك الزر الايسر لماوس كما تشاهدون معي الان حصلنا على خاص بقطة سوداء كما تشاهدون المائيين وايضا يمكننا حدف هذه الكتابة الموجودة هنا بادات الممحات كما تشاهدون من الان هنا ها هي الان انا فيكتور صورة بصيغة الفكتور يمكننا تعديل عليها كيفما اردنا تغيير لونها اي لاي لون اردنا كما تشاهدون الان الازرق الاخضر الاحمر الاصفر وكذلك جعلها على شكل فقط بالتغط هنا في واستبدال كما تشاهدون معي الان وايضا التحكم في سمك ستروك فقط بالتغط هنا كما تشاهدون الان الى هنا ينتهي شرحنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته